عشر قوان سياسية اجتمعت تحت راية جبهة الخلاص الوطني جبهة قال عنها مؤسسها نجيب الشابي إنها ستسعى لتجميع الطيف المعارض للرئيس قيس سعيد لإسقاط حكمه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أحنا في جبهة الخلاص بين عينينا هدف وهو أن ينعقد المؤتمر الوطني للحوار من أجل الخروج باتفاقات باتفاق على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعلى الإصلاحات الدستورية والقانونية وعلى تكليف حكومة إنقاذ تحظى بثيقة وتأييد أغلب القوى حكومة إنقاذ وطني الآن هي أولوية الأولويات حتى تحل محل حكومة بودن التي رأينا أنها عاجزة حتى على إبرام أبسط الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية ونحن في أمس الحاجة إليها جبهة الخلاص الوطني تضم أساسا حركة النهضة وإتلاف مواطنون ضد الإنقلاب وحزب قلب تونس وعددا من الشخصيات السياسية وقد رفضت بعض المعارضة الأخرى الإنخراط فيها واعتبرت داعمون لمصار الخامس والعشرين من يوليو أن جبهة المعارضة الجديدة تهدف إلى خلق سلطة موازية وجر البلاد إلى العنف اليوم الدولة التونسية لا تتحمل حكومتين لا تتحمل ما يقوم به بعض الشخصيات السياسية التي تحارب من أجل عودة نظام فاسد نظام ساقط ونظام خسرة كل مشروعية وشرعية بإرادة الشعب التونسي فما نراه اليوم سيد أحمد نجيب الشابل الذي يترأس هذه الجبهة يريد بها دفاعا مستميتا عن حركة النهضة الإخوانية الفاشلة مراقبون استبعدوا فرضية نجاح المعارضة في تشكيل سلطة الموازية بالنظر إلى قوة سلطة الأمر الواقع التي يفرضها الرئيس سعيد معتبرين أن جبهة المعارضة الجديدة تضغط من أجل الإصراع لإجراء انتخابات سابقة لأوانها على مستوى الفعل الميداني فهي وسيلة من وسائل الضغط على رئيس الجمهورية من أجل المضي قدما في الاستحقاقات الانتخابية ولا أرى مبررا بهذه الجبهة خاصة في هذا الظرف بالذات رهان تجميع أغلب القوى المعارضة للرئيس سعيد في جبهة واحدة يصدم وفق مراقبين باختلاف مواقف القوى السياسية من مرحلة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو التي قادها حزب النعضة تشكيل جبهة سياسية تضم طيفا واسعا من المعارضين للرئيس قيس سعيد يعتبره البعض بداية انقلاب في موازين القوى في الخارطة السياسية فيما يعده آخرون تعميقا لأزمة سياسية محكومة بصراع حاد توفيق عيشة الحرة تونس